الحكومة المصرية دفعت 9 مليار جنيه علشان تنظم بطولة كاس أفريقيا ده كده شاعة متدولة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء نفع هذه الشائعة سيبك من نفي مركز المعلومات تعالى نروح ليه دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي النهاردة بيقول لك الحكومة لم تتكلف جنيه واحد طب ازاي يا دكتور أشرف المال الفلوس اللي صرفتها دي ازاي قالك احنا جيبنا 32 رعاية وكل راعي شخل الجيبه شخل الجيبه خدنا الفلوس دي حطنا لهم طبعا سبطات في قلب الملاعب وفي قلب تايم سبورت والكلام ده بس خدنا مبلغ حلو طيب قالك احنا لحد النهاردة او لما تنتهي البطولة ببعنا اضاق هنحقق 600 مليون جنيه مكسب هيدخلوا الخزانة العامة للدول غير 20% لسه هناخدها من الاتحاد الافريقي 20% من ايه بقى دكتور أشرف قالك مش فيه حقوق بس بيليس بورت دفع مبلغ باحتراب الاتحاد الافريقي لينا 20% مش فيه تذاكر المدرجات لينا 20% فيها مش فيه اعلانات في الملاعب لينا 20% فيها فقالك المبلغ ده هيبقى في قرابة 35 مليون دولار يعني بتكلف 650 مليون جنيه كمان فقالك الحكومة كده هتتجاوز بليار جيليه عائدتها ده غير بقى ان انت كسبت ست ملاعب عظيمة يعني بنية تحتية رياضية غير مسبوقة ما شوف لهاش قبل كده ولا الكرس الملولة لشكلها جبيل عملت بلزوبة لقطع تذاكر المباريات كده الجبهور يقدر يروح ويحضر مباريات الدور العام فيه اكتر تأمين من وصول 700 ألف مشجع من افريقيا والدول العربية 700 ألف متخل الرقم خلي بالك دول شغلوا فنادق رجبوا تاكسيات دخلوا مطاعم عملوا تليفونات ما دي كلها فلوس بيدفعوها الاجمل بقى الصورة ليلتا صدرتها عن مصر في وسائل اعلام الدولية ان مصر بلد الامن والامان مصر مستضيفة منتخبات 24 دولة وان الامور ماشية زي الفل الصورة الجميلة لما العالم تكلم على الافتتاح المبهر واللي شافه 2 مليار نسبة دي كلها مكاسب غير منظورة ما بتتحسبش بيه الفلوس او بالورقة والانا